تحياتي وأهلا بيكم معي في حلقة جديدة من سلسلة هاجر لأمريكا في حلقة النهاردة هنتكلم عن شرط التعليم هنعرف بالزبط إزاي نجاوب سؤال نمرة 12 هنكتب الخطوات مع بعض واحدة واحدة إيه ده؟ أنت هتعارنا جنبك لغاية ما تكتب طيب خليك معي ثانية واحدة بص برحب طبعا بكل الأصدقاء اللي اشتركوا معنا في القناة لسه لغاية دلوقتي بتوصلني أسئلة كتير جدا عن السؤال نمرة 12 والنهاردة هتعرف بالزبط إزاي تجاوب السؤال ده بدون أي أخطاء يلا بينا نبدأ بسرعة لأن المفروض الفيديو هياخد ديئتين بالزبط كملوا معي الفيديو للآخر عشان عندي رسالة مهمة جدا أول شخص هنتكلم عنه هو الشخص الغير متعلم اللي معهوش أي شهادة ولا الابتدائية ولا إعدادية ولا أي حاجة ما دخلش مدارس في حياته الشخص ده جماعة ممنوع أنه هو يقدم خالص لأي سبب من الأسباب ممنوع الشخص ده ما ينفعش يقدم في أي حال من الأحوال طيب بعد كده الشخص ده دخل الابتدائية وحصل على شهادة الابتدائية سواء كانت خمس سنين أو ست سنين أنا عارف أن فيه جيل أخد الابتدائية خمس سنين ما فيش مشكلة طيب الشخص اللي خلص الابتدائية دخل بعديها الأعدادية ودرس ثلاثة أو أربع سنين وبقى معاه شهادة الأعدادية بعد الأعدادية عادة بيكون فيه ثلاث اختيارات ما فيش غيرهم أول اختيار أنك حتدخل سنوي عام تاني اختيار أنك حتدخل سنوي صنايع واللي بيشمل تحتي الأزهاري العسكري تمريد فندقي تجاري زراعي أي حاجة أنت قملة بقى نوع السنوي اللي أنت دخلته بعد شهادة الأعدادية طالما أنه هو مش سنوي عام طيب إيه الابتشن الثالث الابتشن الثالث أنك تكون دخلت معهد سنتين المعهد ده ما بيدكش شهادة سنوية عامة ده بيديك حاجة اسمها دبلوم طيب أنا دخلت سنوي عام أنا دلوقتي في سنة أولى سنوي أو في سنة تانية سنوي أو في سنة تالتة سنوي أنا لسه معايش شهادة التخرج لأني همتحن لسه السنة الجاية أو همتحن في شهر 12 أو سقط في سنة تالتة الناس اللي موجودين في الخانة دي هي الناس اللي فيه السنوي ولكن بدون شهادة تخرج نفس الكلام لسنوي الصنايع لو أنت في سنة أولى سنة تانية سنة تالتة لسه معاكش شهادة التخرج يعني تكون ساقط في سنة تالتة أو لسه هتمتحن بعد معادة تقديم بعد معادة تقديم أو لو أنت في المعهد في سنة أولى أو في سنة تانية أو تخرجت من المعهد خلصت معهد سنتين وحصلت على دبلوم كل الأصدقاء الدول يا جماعة اللي يلاقي نفسه في الجزء ده من الصفحة لو أنت في الجزء ده من الصفحة أنت ما ينفعش تقدم عن طريق شرط التعليم طب خليكم معايا يكملوا للآخر عشان فيه نقطة مهمة هي أنك ممكن تقدم عن طريق شرط الخبرة العملية هنتكلم عنه كمان دقيقة بالزبط يبقى أي حد يلاقي نفسه في الجزء ده من الصفحة ما ينفعش يقدم عن طريق شرط التعليم خالص طب مين بقى اللي ينفع يقدم جماعة لو أنت لقيت نفسك بقى في الجزء ده من الصفحة الجزء التحتاني من الصفحة في أي حتة أنت ينفع تقدم عن طريق شرط التعليم ومش محتاج خبرة يعني كل الأصدقاء اللي بيقولولي أنا معايا باكالوريوس بس معايش خبرة عملية ما فيش مشكلة طالما أنت في الجزء السفلي من الصفحة أنت حتقدر تقدم بدون أي مشكلة عن طريق شرط التعليم وحقول لك بالزبط الاختيارات من 1 ل 10 في إجابة سؤالي مرة 12 تمام يبقى أنا خلصت ومعايا شهادة السنوية العامة أنا حصلت على شهادة السنوية العامة معايا دلوقتي في إيدي أو معايا شهادة سنوي صنايا في إيدي تمام يبقى أنا كده في الحالتين دول أقدر أد طيب أنا بعد شهادة السنوية العامة قررت أن أدخل الجامعة أو قررت أن أدخل معهد سنتين فيه ناس كتير بتحب تدخل معهد بعد السنوية العامة مش عايزين يدخلوا جامعة أو العكس يعني بعد شهادة السنة والصناية قررت أن أدخل معهد سنتين أو قررت أن أدخل جامع أو حتى وقفت على كده ما فيش مشكلة طالما أنت في الجزء ده من الصفحة أنت ينفع تؤدي طيب أنا في سنة أولى سنة تانية سنة تالتة رابعة خمسة كلية في أي سنة من سنين الكلية ولكن لسه معايش شهادة البكالوريوس يبقى أنت في المنطقة دي طيب لو أنا حصلت على شهادة البكالوريوس أو الليسانس يبقى أنا في المنطقة دي طيب أنا في المعهد اللي أنا شغال فيه في سنة أولى أو في سنة تانية أو في سنة تالتة يبقى أنا في المكان ده طيب لو أنا حصلت على شهادة الدبلوم أو لساعات بيسموها دبلوم وسيط أو دبلوم عالي يبقى أنت في المكان ده طيب أنا بعد ما حصلت على شهادة البكالوريوس أو الليسانس قررت أن أنا أبدأ أشتغل في الماجستير بتاعي أنا حصلت على الماجستير أنا بدأت أشتغل في الدكتوراه أنا حصلت على الدكتوراه يلا بينا بقى نشوف الناس دي هتقدم ازاي كل الأصدقاء بقل في جزء من الصفحة اللي غير متعلم مش هينفع يقدم خالص ولا عن طريق شرط التعليم ولا عن طريق شرط الخبرة العملية يبقى هنا هنكتب شرط الخبرة العملية ايه شرط الخبرة العملية ده؟ ان يكون معاك سنتين اتنين سنة خبرة موثقة يعني هتقدر تجيب شهادة ان انت اشتغلت سنتين في الخمسين لفاته لازم تكون موثقة يعني لازم تقدر تجيب شهادة طب ايه تاني؟ ان يكون الفاليو بتاعتها او القيمة بتاعتها اعلى من سبعة على حسب موقع onetonline.org ايه امثلة للحاجات دي؟ التلات امثلة اللي انا لقيتهم بينفعوا هي انك تبقى graphic designer او انك بتكون بتعرف coding او انك تكون nurse يعني او انت تكوني ممرضة دولة التلات حاجات اللي بينفعوا اي حاجة غير كده او اقل من كده زي انك تكون لحام سباك كهربائي شاف سواء عربية تركات سواء اطرات اي حاجة اقل من الحاجات دي مش هتنفع لانك مش هتجيب الفاليو بتاعتها سبعة وتقدر تخش على الموقع وتشوف الشغلانة بتاعتك تنفع ولا لا وكمان تقدر تشوف الفيديو اللي انا نزلته الحلقة اللي فاتت بزبط واللي وردتك بالمثال العملي ازاي تخش على اونت اونلاين علشان تعمل تشك على نوع الخبرة بتاعتك تمام كده الاصدقاء اللي معهم شهادة الابتدائية او الاعدادية هيختاروا الاختيار رقم واحد رقم واحد ده اللي هو برايماري سكول طيب الاصدقاء اللي في سنوي عام سنة اولى تانية تالتة معهمش شهادة التخرج الاصدقاء اللي في سنوي صنايع سنة اولى تانية تالتة معهمش شهادة التخرج الاصدقاء اللي في معهد سنتين سنة اولى سنة تانية او حاصل على شهادة التخرج كل الأصدقاء دول حياخدوا الاختيار نمرة 2 في الليستة واللي هو High School No Diploma High School No Diploma يبقى أنت لو هتتأهل عن طريق الخبرة العملية وإنت مستوفي للشروط دي الابتدائية والعدد دي أختار واحد سنوي عام صنايع معهد حاختار نمرة 2 طيب الأصدقاء بقى اللي معاهم شهادة سنوية عامة ووقفوا على كده حيختار نمرة 3 اللي هي High School Diploma طيب الأصدقاء اللي شهادة سنوي صنايع ممكن يختار نمرة 3 اللي هي High School Diploma وكمان صح ينفع أني أختار نمرة 4 اللي هي Vocational School لأن أنت سنوي صنايع يعني درست في مدرسة مهنية يبقى ينفع تختار 3 أو 4 لتنين صح ما فيش أي مشكل عايز تختار 3 وتخليك في الأمان ما فيش مشكل 4 كمان صح طيب أنا بعد كده دخلت الجامعة أنا لسه في سنة أولى تانية تالتة ربعة خمسة هختار الoption نمرة خمسة اللي هو Some University Courses لأن أنا لسه ما حصلتش على شهادة البكالوريوس طيب أنا دخلت معهد سنتين أو تلاتة اللي هو بيديني شهادة دبلوم عالي أو دبلوم وسيط يبقى ساعتها أقدر أختار option number 3 لو أنا جاي من سنوية عامة أو ينفع أختار option number 4 لو أنا جاي من سنوي صنايع طيب أنا حصلت بقى على شهادة البكالوريوس أو لسانس بقت معايا في إيدي أقدر أقدمها النهاردة ساعتها تختار option number 6 اللي هو University Degree طيب أنا حصلت على شهادة المعهد اللي بيديني دبلوم يبقى ساعتها هختار option number 4 اللي هو Vocation بعد البكالوريوس أو لسانس بدأت أشتغل في الماجستير هختار نمرة 7 اللي هي Some Graduate Level Courses طيب أنا خلصت الماجستير وحصلت على شهادة الماجستير هختار نمرة 8 اللي هي Master's Degree طيب أنا بدأت أشتغل في الدكتوراه هختار نمرة 9 اللي هي Some Doctorate Level Courses طيب أنا خلصت الدكتوراه هختار نمرة 10 اللي هي Doctorate Degree تمام كده احنا خلصنا الأجابة على سؤال بتاع نمرة 12 وعندي رسالة سريعة لكل الأصدقاء أرجوكوا جماعة محدش يسمع كلام المحبوطين محدش يتردد في التقديم أوعد خلي حد يسرق حلمك منك أنا في سنة 96 كنت موجود في مصر وطبع ما كانش عندي أدنى فكرة عن إيه اللي هيحصل في المستقبل ولكن كان عندي حلم إن أبقى مواطن أمريكي وبالفعل بعد شغل وتعب وعرق ومجهود قدرت أحقق الحلم ده مش بس كده كمان بقيت مليونير واللي بصراحة كانت مفاجأة كبيرة بالنسبالي بعد طبعا كتير من الشغل والاستثمار بدل ما يبقى عندي عربية بقى عندي خمس عربيات بقيت بأملك ريال استيت أو عندي عقارات موجودة في أمريكا الهدف من الكلام ده مش الفشخرة أو التعالي عليك أنا عايز بس أضرب لك بالمثال العملي إن الحلم اللي أنت بتحلم به ممكن تحققه اشتغل على حلمك اوعى تسمع كلام الناس المحبطين اللي بيقولك أمريكا بقت وحشة أو في حرب حتقوم والكلام الفاضي ده كله لا اشتغل على حلمك وهتحقق كل طموحاتك أو عيدك هتحتاج منك طبعا شغل وتعب وعرق ومجهود ولكن تقدر توصل زي ما أنا وصلت إن خلاص بقيت متقاعد عن الشغل بعمل كل اللي أنا عايزه بشجع كل الأصدقاء إن هم يقدموا استمارة في اللوتري بتاع السنة دي ولكن مفيش استعجال يا جماعة واحدة واحدة صبرا لغاية دلوقتي بتوصني تعليقات من الأصدقاء إن هم عملوا غلطات نتيجة التصرع وأنا ناوي إن كل ما تطلع معلومات مهمة أو غلطات الناس بتوع فيها هحاول على قد ما قدر إني أشاركك بيها في المستقبل فمحدش يتصرع صبرا صبرا محدش يقدم دلوقتي وما تنساش كالعادة لو بيعجبك المحتوى تدوس لايك وتعمل سابسكرايب وأشوفكم في الحلقة الجاية سلام